اشتركوا في القناة في انه هيشمل حوافز لقطاع الصناعة والتصدير كمان تابع في المؤتمر الصحفي واللي كان في مقر مجلس الوزراء عن هذا المؤتمر الاقتصادي وقال واكد على حرص الدولة على شرح تحديات اللي بيواجهها الاقتصاد المصري وانه هيكون هناك حوار بناء هيكون كمان هناك وضع لخارطة التحرك لما بعد المؤتمر مش بس يعني لن يقتصر بس على البيان كمان اكد على اهمية المؤتمر الاقتصادي لبحث الاوضاع الاقتصادية الراهنة واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري خلال الفترة اللي جاية وده للتعرف على اراء الخبراء والمختصين ودوي الخبرة وممثلي مجتمع الاعمال وقال انه هيتم اطلاق موقع الكتروني خاص بالمؤتمر لتلقي المقترحات والاراء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة